ودفن في البقيع كذلك أمهات المؤمنين كلهن سوى خديجة وميمونة بنت الحارث الهلالية أما خديجة رضي الله عنها فقد دفنت في المعلاة بمكة زادها الله شرفا وأما ميمونة بنت الحارث فقد دفنت في سرف وهو موضع في مكة أيضا خارج حدود الحرم وأما بقية أمهات المؤمنين فإنهن مدفونات في بقيع الغرقد عائشة بنت الصديق أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة وكذلك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر الأموي وكذلك صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث الهلالية وكذلك سيدة الجليلة صفية بنت حيي بن أخطب وأيضا زينب بنت جحش الأسدية الرئابية وهؤلاء جميعا مدفونات في مقدمة البقيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر